قتل ما لا يقل عن 200 مواطن كوري شمالي إثر انهيار نفق بالقرب من موقع بوكيونغ لإجراء التجارب النووية وسائل الإعلام الكورية الشمالية عللت الحادث بأنه مجرد انهيار حصل خلال عملية ترميم لنفق تحت الأرض في حين أكدت صحيفة ميرور البريطانية مقتل مئة شخصا كانوا مخاصرين في نفق تحت الأرض وأنه في أثناء عملية الإنقاذ وقع انهيار آخر أدى إلى ارتفاع حصيلات القتلى إلى مئتي شخص